رحب حضراتكو الفقرة الأولى الحوارية وحنتكالف فيها تحديداً على الملف طبعاً الموضوع لنهاردة عندنا أربع مباريات كالعادة بس أربع مباريات مهمة جداً لأن صعب قوي أن تتوقع بجد النتيجة من دلوقتي يعني صعب أن تقرأ المشهد من قبل المباراة وربما حاجات كتيرة جداً تحصل هتلاقي أن فيه ممكن من منتخبات فرصتها النهية الأقرب لكن النقاط بتاعتها أقل حاجات زي كده يعني خلينا نعرف الزبط كل التفاصيل دي بس لكل حال خلينا نرحب في البداية بالضيف العزيز الناقض الرياضي لأستاذ محمد همام بونجور صباح الخير صباح الخير على حضراتك صباح الخير على السلام شهير نادي الأهل ومنور حلقتنا النهاردة وزي ما ناواند بتقولك فعلاً عندنا حاجات كتير عايزين ندردش مع حضرتك فيها وتعالى بعد إذنك نبتدي فعلاً باللقاءات النهاردة وبعدها برضو عايزين نتطمن منها كده على منتخباتنا العربية كل منتخب منهم على حدى وضعوا إيه حتى هذه اللحظة بس تعالى نبتدي بمتشاط النهاردة نبدأ بإيه بقى يعني نبدأ مثلاً بإيران مثلاً وأمريكا يعني لأن فرص مفروض إيران تكون أفضل لكن أمريكا يقولك هي الأقرب ما تفهمش إزاي المجموعة طبعاً من البداية أصلاً قبل مبداية الجولة والمباريات في المجموعة دي بالتحديد كان مجموعة بتشابكة جداً خصوصاً خلافات المعروفة طبعاً مبين إيران ومبين أمريكا مباراة سياسير يا ديشو بس نتمنى ما نشوفش الجانب السياسي يعني النهاردة كان فيه قبل كده بس سارة 98 منديال 98 مباراة مبين أمريكا وإيران وإيران كسبت اتنين واحد وكانت بالنسبة لهم دي كانت أهم مباراة لهم في المجموعة هم وقتها خرجوا من دور المجموعة لكن بالنسبة لهم كانت أكلم المباراة دي كانت بنسبة لهم نهائي كاس عالم المشهد يتقرر تاني والفرص عند المنتخب الإيراني عندهم كذا طريق إما تعادل أو فوز طبعاً على عكس المنتخب الأمريكي أعتقد قوة المنتخب الأمريكي في نسخة اللي حضرتك تتكلم عليها كان نسبياً أقل شوية من اللي احنا شفناه يعني النسخة دي صحيح فيه تقلق أمريكي ملحوظ صحيح لكن قبرة كيروش في كاس العالم أكتر من نسخة مع منتخب إيران ومنتخب البرتغال كمان التحول اللي بين المباراة الأولى للمنتخب الإيراني مع المنتخب الإنجليزي والفوز ضد المنتخب الويلزي بالرغم الإمكانات المنتخب الويلزي وأكتر من اللعب يلعب في البرمير ليج وطبعاً مقيادة طبعاً أهمهم جارس بيل طبعاً في الدورة الأمريكي لكن منتخب إيران قدر أنه يحقق مفاجأة كبيرة مش بعيد أنه هو النهاردة يقدر أنه يكون منافس شرس للمنتخب الأمريكي المنتخب الأمريكي عنده نجوم بروزيتش طبعاً وعندهم إمكانيات لكن النهاردة في البطولة دي شايفين مفاجأات كتيرة وارد أن النهاردة المنتخب الإيراني يحقق مفاجأة أو يتأهل الدور للسطاشر حنتشوف يعني حيبان بس الناس كثير متوقعة أن ما أعتقدش أنها تصمد أمام أمريكا بس على كل حال أنا رأيي من رأي حضرتك أنا أتواقع أو لسه كنا أنا وكريم نقول أصلاً أنا أتواقع إيران بصراحة طيب نروح لخلي قطر وهولندا دلوقتي نروح لويلز وإنجلترا الناس دخلت تقولك المباراة دي خلاص محسومة أكيد أكيد لن تقارن ويلز بإنجلترا فرص إنجلترا أو نقدر نقول إنجلترا حسماً تأهل أصلاً منتخب الإنجليزي رغم أنه عنده نجوم رغم أنه فيه إمكانيات كبيرة للمنتخب الإنجليزي عكس النسخ الأخيرة لكن منتخب نتاجه صعود وهبوط جرس زاوسكيد قبل البطولة بيواجه انتقاضات كبيرة سواء من ناحية الاختيارات وحتى من بعد اليورو الأخير وخسارته لليورو برغم بطولة على ملعبهم لكن رغم من كده بيواجه انتقاضات كبيرة المنتخب الإنجليزي في المباراة الأولى قدر أنه حقق نتيجة كبيرة وبالرغم من كده ما قدرش أنه يواصل تقلقه وصعوده في مباراة أمريكا منتخب ويلز ما عندهش غير النهاردة لفرصة الفوز وده هيكون التفكير الأساسي عندهم مباراة يعني زويلو كده مباراة برطنية يعني برغم يعني نشوف منتخب إنجلترا ومنتخب ويلز اللي اتنين يعتبر جيران لكن هيكون زي بقولوا كده ديربي نهاردة ويلز نهاردة نفسها أو ميتها أن هما يحققوا الفوز على المنتخب الأكبر في بريطانيا ومنتخب الإنجليزي بس مش حاسس أن المنتخب الإنجليزي أداؤه نسبيا باهت بالمقارنة بأداؤه في كل النسخ اللي فاتح شوية مش حاسسوا أقل شوية يعني رغم من كده يعني رغم من كده أنه عنده نجوم ولكن هما مش قادر أنه يستفيد من النجوم اللي عنده خصوصا خط الهجوم يعني سواء نتكلم على هاريكين، ستيرلينج، ماونت، نتكلم على جريليش نتكلم على إمكانيات كبيرة للمنتخب الإنجليزي لكن من رغم من كده بيواجه انتقادات كبيرة وزي ما ذكرت يعني لكن ممكن نشوف في الأدوار اللي جاية ممكن نشوف تغير شوية للمنتخب الإنجليزي زي ما يقولون منتخب الإنجليزي يعني شبه أنه تقريبا ضمن الصعود لكن احنا بنتكلم بقى دلوقتي مين اللي هيكون الأول والتاني خصوصا أكيد تفكير منتخب الإنجليزي على الصدارة علشان يهرب من الموجهات الكبيرة في الدور 16 طيب تعال نروح للإكوادور والسنغال صحيح منتخب السنغال بالنسبة لنا كان مفاجأة في مبراط هولندا كان يقدر أنه يكسب يتخاطفه من منتخب الهولندي لكن المنتخب السنغالي قدر أنه يحقق فوز على منتخب القطر في الجولة التانية منتخب السنغالي رغم غياب سادي وماني لكن الفريق يعتبر متماسك وعندهم دافع أنهم عاوزين يحقق حاجة لسادي وماني وللشعب السنغالي وجمهور السنغالي المنتخب السنغالي النهاردة برضو ما عندهش غير أنه هو الفرصة الفوز على عكس المنتخب الإكوادور يأما تعادل يأما فوز غياب سادي وماني بحد ذاته في رأيك كان غياب قاتل المنتخب ولا مشي الحال بالتأكيد شفنا الوضع ده وشفنا التأثير ده في المباراة الأولى المنتخب السنغالي سيطر على الكورة لكن الفعلاء الهجومية كانت ضعيفة الوضع تغير شوية في الجولة التانية في مرات المنتخب القطري صحيح المنتخب القطري ليس نفس المنتخب الهولندي ليس نفس الإمكانيات لكن وقتها أو في ظروف المباراة قدر أنه يستغل المرات منتخب السنغالي منتخب الإكوادور منتخب من الزمنة كان مفاجئ نتكلم على لعيبة أشباه أنهما مش من لعيبة الأساسية أو النجوم في الأمريكا اللاتينية أو في أوروبا لكن منشوف إينار فالنسيا هدى في البطولة مع كلياني مبابي وبنشوف المنتخب الإكوادوري بيحقق نتائج مفاجئة برضو ويكسب منتخب الوصديف في الأول واتعادل مع منتخب الهولندي وكان يقرأي ممكن أنه يكسب مباراة صعب على المنتخب السنغالي وكفاء الكفة وتعتبر متساوية 50-50 طيب قطر وهولندا مباراة تعتبر محسومة 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 بالنسبة لقطر للأسف على فكرة نروح طبعا للتفاصيل تحت المنتخبات العربية زي ما كريم كان بيقول بس يعني ليه كده يعني؟ المنتخب القطري كان فيه تصريح مهم شوية للمدرب سانشيز قال الدوري بتاعنا مش دوري تنافسي لو نقارن شوية بين الدوري القطري والدوري السعودي مثلا نشوف الإمكانيات الكبيرة للدوري السعودي في السنين الأخيرة ومضم نجوم كبيرة بكرة حلوة بتتلعب صحيح بكرة سريعة كمان مدرب هيرفر رينارد عمل منتخب رائع جدا وده يعني مستمر بخلال الاتحاد السعودي الجدد ثقف هيرفر رينارد لحد عشرين سبعة وعشرين يعني احنا نتكلم للكاس العالمي الجاية فاستقرار في المنتخب السعودي قعد نفس الوضع للمنتخب القطري لكن احنا بنقول للمنتخب القطري كان من نسبنا شيء مفاجئ ان تكون بطل اسيا وامكانيات كبيرة توفرت للمنتخب القطري معسكرات في فترة اخيرة بطولات دولية شركوا فيها الخلل فين العطل فين فيه ناس كتير شافت ان قطر لم تحسن تجهيز منتخبها بنفس قدر يعني حسن تنظيمها للمونديال الذات نفسه يعني انهم عملوا حاجات كتير اوي وكأنهم ما لحقوش بالمرة يزبطوا المنتخب تقول ايه للناس اللي بتقول كده ممكن يكون من ناحية الضغط على اللعيبة برضو بطولة اول مرة يشاركوا في كاس عالم العكس المنتخب السعودي يعني هم باع كبير في البطولات الدولية وكاس العالم دي نقطة برضو من النقطة المهمة لكن احنا منتكلم ان المنتخب القطري بيتأسس يعني فترة يعني بنوا منتخب ولسه احنا منشوف ان المنتخب القطري لسه يعني برضو بيدعموا اكتر في الفترة اللي جاية من ناحية الإمكانيات برضو سواء اللعيبة او سواء المدرب برضو مفيش برضو كلام ان المدرب ممكن يمشي او لا مفيش ضغط عليه فواضح ان هم يعتمدوا على المدرب في الفترة اللي جاية فهو فيه استقرار في المنتخب القطري هنشوف الفترة اللي جاية هنشوف الفترة اللي جاية هتواضح ازاي اذا كان السياسة هتستمر برضو من ناحية الاعتماد على اللعبين الشباب ويكونوا بفرق الشباب من ناحية أكاديمية سباير اللي هم اعتمدوا عليها ودي كانت النواة اللي هم الأساسية لتكوين المنتخب دلوقتي وفي نفس الوقت هنشوف برضو إذا كان هيبتدوا يفكروا فهم يخرجوا لعيبة لدوريات أوروبا أو كمان هنشوف الدوري بتاعهم الفترة اللي جاية هيكون فيه تطوير أكتر عن الفترة الحالية أو السابقة الفترة اللي جاية هتبين أكتر لمنتخب القطرة هيفكروا إزاي هيمشوا إزاي الفترة اللي جاية على عكس المنتخب السعودي منتخب يعني رائع جدا ومنتخب قدم كرة جميلة جدا بالنسبة لي هم أهضروا فرصة في الجولة اللي فاتت أن هم فترة فرصة السعود لكن قدامهم فرصة تانية مع المكسيك بقى مفروض صحيح عندهم فرصة تانية مع المنتخب المكسيكي بالنسبة لي منتخب المكسيكي يعني ظهر ممستوى يعني متواضع جدا عن النسخ الأخيرة سواء في مباراة بولندا أو مباراة الأرجنتين في نفس الوقت برضو المنتخب السعودي ميز مستوى بيقدم كرة بيحسسك أنه هو في أي وقت ممكن يسجل وفي أي وقت ممكن يكسب وفي أي وقت أنه أنت ما تفقدش الأمل أنه هو يخسر أو يتعايد الحق طيب خلينا نروح كده بقى للدوحة مباشرة وزملنا العزيز هناك أحمد عويس النقل طبعا الرياضي يعني ميسيو عويس منجور عليك في البداية منجور أنا هواند وصواء الخير يا كريم منجور أنا هواند بعشان يعني أنا صباح الخير بس ليه أنا مش منجور زي أنا هواند قالت نجمة سينما بقى خطوة جاية وعيدك يا عويس والله أش بعيد صباح الفل صباح العزيز محمد تمام خلينا نقول أن أنا مبارح قلت لكم أنه النهاردة عندنا ماتشيل لماما أفريكا وإن شاء الله الأفارق هيعملوا حاجات كويسة الكلام يتحقق الكاميرون حققات تعالوا الكبير أسر تلاتة تلاتة أسر غانا حققات فوز على كوريا كينوبية بتلات أهداف في هدفين أصبح عند الفلح الأفريقية عندنا أربع فلح المنتخبات الأفريقية عندها أمل في الصعود بالدور الثاني حلو وأعتقد أنه دي المرة الأولى اللي بيحصل في كاس العالم ده ما شفناش ده قبل كده عندنا الكاميرون عندها فرصة الصعود طبعا ده مباراة صعبة أمال برازيل ولكن لسه الأمال قائمة المغرب قبق أو سينية أو أدنى من الصعود غانا عندها فرصة كبيرة للصعود وعندنا السنغال النهاردة مباراة الإكوادور لو كذبت هتوصل طبعا ده أمالنا كلنا بارح المباراة المنتخبين الكبار في نهاية الجولة ونهاية اليوم البرتغال والبرازيل ضمن الصعود فأصبح عندنا ثلاثة من الكبار صعدوا البرازيل وفرنسا والبرتغال اتنين ودعوا كندا وقطر ولسه باقي سبعة وعشرين منتخب عندهم فرصة الصعود وده رقم مهول قبل الجولة الثالثة يمكن همام يقدر يكمل على كلامي بعد كده أنه عمرنا ما شفتها في كاس عالم جولة الثالثة داخلة وفي سبعة وعشرين منتخب لسه عندهم فرصة صعود صعبة جدا يعني بتبقى كبير يعني الجولة الثالثة دي بنبقى داخلين وفي سبعة منتخبات خلاص ضمن المرات الموضوع صعب والمباريات مش مضمونة وكل المباريات اللي الناس بتقولين هتبقى سهلة وفي ساعة الفني ضعيف بتبقيها أجمل كورة يعني بارع مبارتين واحدة أو اثناشر وتلاتة العصر ماتش تربة والكاميرون كوريا وغانا حداشر هدف مبارتين ده أرقام في كاس العالم ما بنسمعهاش خالص فالحقيقة المباريات تزداد إصارة تزداد قوة ولو عندكو أسئلة بقى أنا عندي بصراحة أبدأ أتفضل يا فاند بص بقى يا عويس ما بدأين احنا خلينا نتكلم عن الأربع منتخبات أفريقية تكلمنا عن كاميرا المغرب غانا والسنغال من وجهة نظرك من هم أو من هي من هو المنتخب الأقرب من الأربع اللي احنا ذكرناهم ده دلوقتي صراحة في فرص السعود رقم واحد المغرب لأنه عنده فرص أهل أمام كندا عنده أربع نقط رقم اثنين سنغال عنده مباراة متكافأ أمام الإكوادور رقم ثلاثة منتخب غانا لأنه كسب مباراةه عنده ثلاث نقط هيبقى المنتخب الأقل لفرص السعود ومنتخب الكاميرا لأنه عنده مباراة صعبة قوي كامل برازيلي كامل السعود ومحتاج يكسب لأنه عنده نقطة واحدة بقية الفرق الحقيقة المنتخب الأفريقي الخامس ومنتخب التونسي هو ما فقدش الأمل على فكرة في الصعود هو عنده أمل في الصعود ولكن الجولة دي هلعى فرنسا وطبعا فرنسا هتلعب تقريبا هو كان بديد شام بحب يريح بعض النجوم كلياني مبابيه رفض الفروس أو ما يقال أنه رفض لأنه عايز يكمل أرقامه ودلوقتي أحرى سبع أهداف وعايز يكمل ويفتح الأرقام دي فالحقيقة هتبقى برصع بشوى على المنتخب التونسي ولكن باللي بنشوف والبطولة مش حاجة صعبة هو فعلا البطولة دي فعلا غير متوقعي لحد كبير يعني الأرقام الصعود التأهل لا في حاجة زي ما انت بتقول كده برضو غير مسبوقة يا ساس محمد أو مرة تحصل تتكلم في 27 منتخب لسه فعلا فلا دي حاجة طب أنا عايز تقالك انت بتشوفي عاوز دي حاجة كويسة ولا لأ وفي نفس الوقت لو كويسة طب ده رجع لإيه إيه الأسباب إن احنا نقول المونديال ده بيشهد ظروف استثنائية بهذا الشكل عشان المونديال ده احنا بنلعب في نظام در كل المونديالات السابقة كانت المونديالات بتتلعت في شهر 6 في نهاية الموسم الأوروبي في الكورة فاللعيبة بتبقى رايحة وهي همدانة ومستواها خلاص وصل للتوب ليفل في نهاية الدوريات ولعب نهاية الشامبيونتريج ولعب نهاية الدوري بداعوي فبيكون خلص اللي عنده فبيبقى عايز البطولة تقلص بها طريق المرة دي إحنا الناس رايحة في الأسبوع العاشر والحداشر في الدوريات فلسه اللعيب دي يدأي على مستواه فكل اللعيبة جاية وهي مستواها عالي جدا وطبعا كلنا عارفين وكل المنتخبات عندها نجوم محترفين يعني المنتخبات الأفريقية ما فيهاش لعيبة كتير موجودة في أفريقيا حتى منتخب تونس ومنتخب المغرب أغلبهم محترفين في أوروبا فعشان كده الدوريات مستمرة إحنا الدوريات الأوروبية فطلت مستمرة لحد يوم 13 نوبمبر يعني قبل انطلاق المنديل بأسبوع صحيح يعني رغم ده يا عويس كانوا أصلا فيه كتير جدا يعني منتخبات أوروبية بتعترض لأن انت دلوقتي بتعملها في معاد مش معادها وأن لا انت كده بتضغطنا يعني رغم النقطة اللي انت بتقولها هم ما كانوش شايفين ده بالعكس شايفين أن هي حاجة أو حاجة سلبية أنا بقولك هو وقبل نهاية البطولة وممكن تسجلوا الكلام ده علي أنه بعد نهاية البطولة دي الفيفا هيبدأ يدرس إقامة البطولة في التوقيت ده طول الوقت لأنه ما شفناش قبل كده هذا المستوى العالي من كرة القدس كاس عالم مش 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 التكافؤ ما فيش مباراة الناس ضمنة أن هي هتخفص مباراة البرتغال وغانا لحد دي أستة وتسعين ولوقت الضايع حارس البرتغال غلط وكان منتخب غانا هتعادل صحيح يسي بقى على كده كل مباراة الوحيدة اللي حسمت مبكرا جدا وكان في نهاية كبيرة بين أسبانيا وكوستاريكا ولكن بعد كده فاجئنا أن كوستاريكا اللي خزت من أسبانيا سبعة كذبت اليابان اللي كذبت ألمانيا فالحقيقة كل دي تكنش تكافوا عشان كده كل يوم بنقول إيه وتتوالى مفاجآت المونديال أنا عايز أسألك بقى ووقف معك يعني عند تفصيلة كده صغيرة كنا مندردش فيها أنا ونهواند من شوية معه سيدنا المام ووقف تعالى نقف يالله أنا بس أنا بالنسباني على القاعد عشان بس السن مش بتاعه وقوف وكترة فرهات جلوة منتكلم على تفصيلة ليه علاقة بقطر ووجهة نظر ابتدت تتسمع بأشكال ودرجات متفوتة من مصادر مختلفة فكرة أن قطر أحسنت الاستعداد وأحسنت تجهيز واستضافة الفعاليات لكنها لم تحسن بنفس قدر تجهيز منتخبها أنا عايز أسألك أنت بحق موجودك هناك يعني رجل الشارع القطري بيقول إيه الإعلام الرياضي القطري بيقول إيه لا هو بص خلينا بس عشان ده كلام اللي أنه الناس مش بتابع لمنتخب القطر منتخب القطري بطل أسيا يعني منتخب القطري بطل أسيا ولعت نهاية بطلسك كونكا كاف اللي هي أمريكا الوسطى منتخب القطر استعادت كويس جدا للبطولة ولكن فيه خطأ كبير حصل في استعلام المتخب القطري المنتخب ده بقاله ست سنين في معسكرات لما وصلوا للمنطقة اللي هم محتاجين الفريق يبقى فيها في الطوب لفل كالفريق زهق فاللعيبة تشبعوا يعني عايز تقول تشبعوا وخلاص هم هنزلوا كاس هنعملوا كل حاجة فمعرفش يعملوا حاجة وخرجوا تماما من تركيزهم وده شوفناكم برات الإكوادور أول ما جاء فيهم جول مجوش موجودين في الماضي فعشان كده لأ المتخب القطر استعادت كويس والناس المسرونين والإعلام هنا عارفين هم استعادتوا كويس لأن المتخب ده صرف عليه أرقام كبيرة جدا يعني أنا ممكن بكرة أقول لكم الأرقام اللي صرفت عليه والبطولات اللي شارك فيها منتخب قطر شارك في بطولة الكونكا كاف شارك في بطولة كوبا لبركادور شارك في كل آسيا في بطولة أبطال في أمريكا الجنوبية يعني شارك في البطولات الكبيرة كلها بطل آسيا عنده المعزة علي هداف آسيا عنده أكرم عفيف عنده حسن هيدوس عنده مجموعة كبيرة جدا كريم بودياخ لأ نجوم كبار والمنتخب ده لما خد كهس آسيا عمل سبع انتصارات متتالية في النهاية على المنتخب الياباني 2-0 اللي المنتخب الياباني كسب منتخب ألمانيا بنفس الفرقة على كلها كسب المنتخب السعودي 2-0 اللي كسب الأرجنتين والحقيقة بما نفسش متابع المنتخب القطري في استعداداته وبداياته لحد دلوقتي عشان كده محدش كله جاء عنده نقطة الهزيمة من الإكوادور ثم الهزيمة من السنغال لا الهزيمة من الإكوادور الهزيمة من السنغال دول آخر نقطة وصلها المنتخب القطري وعشان كده كل الناس يقول لا أصلي نستعدوا دفعوا فلوس كتير في البنية التحتية وفي الانتعدادات للبطولة وما استعدوا كويس للكورة لا استعدوا كويس للكورة بس هي الكورة في الآخر 2 دقيقة مين موفق ومين ومين مش موفق هي كده صحيح عندك حقا طيب يعني قبل أستاذ محمد أي سؤال للضوحة لو حابب تستفسر أي حاجة من جبلنا عويس لو حابب تسأله منتخب السنغال يعني يقدر النهاردة يوصل ويصعد ولا لا النقطة الثانية منتخب القطر هيدخل الماتش ده ازاي يعني هيحاول هم يردوا نفسية آه يعني هيحاول يردوا شوية وكثيرا الجمهور القطري كان فيه نهزمية شوية آه يعني يعني فيه يعني يحاول النهاردة يحاول يردوا شوية ويقفوا يسموت قدام الانتخب الهولندي والمبرارة الأهم من منتخب مبرارة إيران والأمريكا من يكون الطرف الأطفاء فيها أنا وجهة نظر برشح لمنتخب السنغالي ومنتخب الهولندي للصعود من المجموعة الأولى منتخب الإنجليز ومنتخب الإيراني من المجموعة الثانية وأتمنى أتمنى منتخب القطر يقدر النهاردة يقدم صورة للمنتخب منتخب القطر الحقيقي اللي ما حدش شاهده حتى دلوقتي ويقدر حتى لو إنه خرج من البطولة الرسمية ولكن ممكن يقدم صورة ويعمل مفاجأة ويكسب أو يتعادل مع المنتخب الهولندي ويختم البطولة المشاركته نقولها في البطولة بأداء يرضي جماهير ويرضي يبقى خروج مشرف على الآن ويبقى خروج مشرف يعني تفعو المشاركة ليه يبقى عمل حاجة أعتقد مباراة إيران وأمريكا مباراة هتبقى العالم كله وقف مستنيها وأنا ممكن نظر إن شاء الله المنتخب الإيران هيقدر يحق الفوز ويوصل أو على العال للتعادل لأن المنتخب أمريكا عنده نوتين فمحتاج يكسب أو يتعادل فرص تانية ويز وانجل طلع تاخذ منتخب الإنجليزي فرصه أكبر في استحقي الفوز وصدرت المجموعة كويس جدا طيب عويس إيه المشاركة اللي أنت النهاردة هتتبعها وتتوقع يعني الإكوادور وتعادل أفوز هولندا على قطر مبارات التانية فوز إنجلطيرا على ويل وفوز أو تعادل إيران مع أمريكا حال رائع جدا شكرك جدا وأكيد تقطيتنا مستمرة مع زميلنا العزيز من الضوحة مباشرة أحمد عويس الناقد أرياضي شكرا لك حاجة جميلة أنت تتحضر أكتر من ماتش في كس عالم في نفس اليوم وده أوبشن ما بيحصلش في نسخ كتير من المونديال الحقيقة كان كلام فعلا قبل بداية البطولة قالك الميزة في النسخة دي إن الملاعب كلها جنب بعض في نفس الوقت المغفرين مواصلات سواء كان مترو جديد يتعامل أو الخطوط من ناحية بيئة المواصلات مقربين الملاعب كلها من بعض وديك فرصة إنك تتابع أكتر مباراة في نفس اليوم ونسخة يعني النسبة لي أنا أفضل نسخة تابعتها الكاس عالم من النسخة الأخيرة سواء مباريات سواء تنظيم وسواء منتخبات إحنا كنا شايفين أنها ممكن تدخل دخول لمشارف لأ قدرت أنها تحقق نتائج وتحقق مستوى قدام وكبر العالم كويس جدا طيب نكمل في الماتشاط النهاردة ولا نروح لنقطة بعض اللعيبة وفكرة هنا برضو التنافسية الشديدة ما بين بعض النجوم الكبيرة اللي أسمائها كبيرة وقلنا الكلام ده قبل كده ليفاندوفسكي وميسي وكريستيانو التالتة دول ليه نذكرهم لأن ده المنديال الأخير بالنسبة لهم فانت ما تعرفش حتى أجواء المنديال الجاي مين هتبقى النجوم يعني دايما المنديال بيبقى حلو بالنجوم البرزة بتاعته طولا عايز أشوف كريستيانو مع بورتغال هيعمل إيه ميسي مع الأرجنتي هكذا فالمنديال الجاي ربما يحي يظهر خلال بقى كم سنة دول نجوم تانية نقدر أن نستمتع بيهم مع منتخباتهم في المنديال أو حيب المنديال بايدوي ممل يونيفر نوي يعني بجدل أن النجوم راحوا خلاص أو بيروحوا فبتتوقع برضو كل واحد من النجوم دي إزاي يمكن أن هو يكون عنده الشغف إزاي يمكن يكون هو حلمه أن هو يفوز مع المنتخب بتاعه ومين أكتر بداية طبعا من كريستيانو صعد وضمن الصعود رسمي مع منتخب البرتغال في ليونيل ميسي طبعا وليونيل ميسي منتخب الأرجنتين رغم أنه بطل كوبا أمريكا لكن ليس الأفضل هذه النسخة ظهر مستوى باهت شوية خصوصا من مبارات المكسيك كان ممكن يتعادلوا ويودعوا من البطولة مبارات بولندا هتكون مباراة صعبة لأن المنتخب بولندي لسه ما ضمنش الصعود بالضغط وبالتالي هتكون مباراة كفتها متساوية ما بين المنتخب البولندي ومنتخب أرجنتيني وأرجح شوية المنتخب البولندي أنه ممكن يكون حق المفاجأ يتصدق المجموعة وأتمنى أن المنتخب السعودي يستغل النقطة دي ويضمن الفرصة ويصعد أتمنى طبعا في نفس الوقت لو هنتكلم عن النجوم إحنا شايفين كيان مبابي بيحقق أرقام قياسية بالنسبة لسنه قدر أنه يجيب سبع أهداف ويتمنى أنه حتى يشارك في مبارات تونس برغم أن هي مباراة بالنسبة للمنتخب فرنسا تحصيل حصل لكن يتمنى أنه يشارك علشان يزود عدد أهدافه ويحاول أنه يقرب ملكلوزة صاحب 16 هدف وهو المتصدر هدفي المونديل وبالتالي كمان بابي لسه بالنسبة لسنه وعنده فرصة أنه يشارك في نسخ اللي جاية فبابي من نسبة لي هيكون الكلام هيكون عليه كتير جدا السنين اللي جاية وورده في نفس الوقت نحن نتكلم على وجود هالند مع ماشرسة سيتي لكن منشوف منتخب النرويج مش بنفس قوة المنتخب الفرنسي فأكيد هنشوف نجوم هيظهروا في السنين اللي جاية لكن لمحت حد منهم يعني رجوعا لسؤال نهواندل حضرتك فعلا بعد رحيل الأسماء الأثقل والأكثر شهرة والأكثر جذبا للمشاهدة والمتابعة بطبيعة الحال بخلاف مفافيه يعني هل النجوم المستقبليين النهواندل كنت بتسألك عليهم دول لمحت انت شخصيا حد منهم في النسخة دي من المونديال حطت عينك على حد وقلت ده هيكون مثلا واحد من ألمع نجوم المونديال القادم هو فيه ابتدى شوية مع فرقهم ويبتدى دلوقتي مع المنتخبات مش مع المنتخبات ومع فرقهم مع فرقهم مع المنتخبات منذ كان مثلا على فنسوس جونيور مع البرازيل ومع رئي المدريد يعني يقدر يجيب دورة أوروبا وفي نفس الوقت مع المنتخب البرازيلي بيحق مستوى كويس جدا أنه يحقق المونديال للنسخة دي فبينيسيوس بيحقق يعني بيحقق مستوى بيعمل مستوى كويس جدا جدا ومع بابه بنشوف زي ما أنا ذكرت هالند بنشوف يعني هما دول الأبرز اللي دلوقتي طب نمار وضع إيه بعد الإصابة كمان اللي كانت في الماتش الأخير هل في أي مستجدات في حالته نمار هو الكلام أنه هو هيرتدي أنه هو الكلام على دول دور 16 هو طبعا فرصه في دور المجموعات خلاص انتهت مع المبارات سواء كانت مبارات سويسرا مبارح أو مبارات الكاميرون اللي جاية الكلام على المبارات دور 16 لكن يعني ده شيء متوقع من نمار إصاباته أصلا كتيرة جدا جدا سواء كانت مع باريس وشوفناها دلوقتي هو في حاجة عن نمار معاش تعرفها أو لا هو عنده أخته بيحباه جدا أخته الصغيرة وكل عند ميلاد لأخته الصغيرة بيتصاب فهم دائما يقول لك الإصابة السنوية بتاعت نمار هل يمكن عند ميلادها نحن عارض هو إصاباته كتيرة وده نتيجة برضو أنه مهمل شوية نحن نتكلم نمار عنده موهبة لكن موهبة مش لوحدها كفية أنت بتتكلم على أنه أنت المفروض تكون ملتزم على قد مطار اللعب اللي هو الثقافة الاحترافية عنده شوية مش موجودة أويكا لايفستايل دي حقيقة أكيد يعني وإحنا بنشوف أبرز مثال مثلا ونموذج يعني كريستيانو رونالدو حتى اليونين ميسي يعني يعني اتنين نموذجين إحنا مش هنشوف صعب اللي إحنا هنشوف اتنين هيتقرروا في الفترة اللي جاية أحنا بنتكلم زكارة مبابيين مثلا أو هالند لكن من نسبة لكريستيانو تفتير سواء ملعب أو بره الملعب حاجة تانية خالص بالمناسبة يعني على ذكر الموهبة الاستثنائية وعلى ذكر منتخب البرازيل هل هل أنت زي حالاتي حاسس أن الجماليات الأداء البرازيلي آلل آلل فعلا لكن إحنا لما نيجي نشوف السكواد في المنتخب البرازيلي عندهم منتخب تييل جدا هنعم نتكلم في الخط الهجومي مثلا منتكلم على فانيسيوس منتكلم بعيدا عن تخل الأسماء أنا بكلمك على التتشاط البرازيلية المعهودة اللي كله عمرنا حبينا الكرة برازيلية عشانها لعب الحواري ده اللي بقصده أكتر يعني قالل شوية عن أجيال سابقة أكيد طبعا نتكلم عن جيل مثلا بتاع 2002 والأجيال قبل كده أكيد طبعا الكوالتي ممكن يكون من ناحية المهارة قليلة عن الأجيال للسابقة لكن نحن نجي نشوف ونقارر ما بين المنتخبات المنافسة أو حتى عموما هم عندهم الجودة وعندهم المستوى عالي ونحن نشوف كده يعني نحن نشوف أن المنتخب البرازيلي عنده في المركز ما بين من أول حراسة المرمال حتى الهجوم عندهم بدل واحد اثنين وثلاثة فالمنتخب البرازيلي بالنسبالي أنا شايفه في الفترة الحالية أو في البطولة عموما النسخة دي أو الأول اللي هو هيكون متوج لكسل عالم النسخة دي رائع جدا طيب أنا يعني فضل معي أنا وكلمة دايب أنت دايق على الفقرة دي هروح وسؤال صريح يعني وانتهى الصراحة من غير من جامل حد الوقت من المنتخبات العربية الأقرب ليه التأهل هي بتتكلم عندك المغرب والسعودية لو أنا اخترت ما بين المغرب والسعودية هم مش مع بعض بس أنا بتتكلم مين فرصته أقوى طبعا منتخب المغريبي طبعا مع حتى رينارد السعودية وما قدم على الأرض شAF برضو أن المغرب ربما أوكي دايب نحن بنتكلم على أرض الوقت وفي نفس الوقت نتكلم يعني من ناحية المنفسين كمان المنتخب المغريبي عنده كذا حل وفي نفس الوقت بيلعب المنتخب الكندي المنتخب الكندي برضو ظهور أول زي المنتخب القطري بنتكلم يعني يعني المجموعات برضو فرقت المنتخب المغربي سواء تعادل أو فوز معيني أنا برشح طبعا أن هم هيكسبوا المباراة كندا وأكيد تفكير المنتخب المغربي في الصدارة علشان برضو ما يحاولش يواجه منتخب بأسبانيا في دور الستاشر طبعا أكيد طبعا المنتخب الأسباني ضمن صدارة مجمواته ففي نفس الوقت منتخب المغربي عنده الطرف الأقوى أنه يتأهل منتخب السعودي يعني لو هنتكلم عموما على المنتخبات العربية فبعد المنتخب المغربي هو المتخب السعودي طبعا المنتخب قطر ودعى منتخب تونس بالنسبالي خلاص فرصة يعني قليلة جدا صعب خلاص فبعد المنتخب زي ما زكرت المغرب هو السعودي لكن أنت عموما يعني في ضوء مشاهداتك السابقة للمنديالات السابقة وفي ضوء متابعتك الحالية للمنديال الحالي نقدر نقول أن منتخبات العالم العربي ومنتخبات إفريقيا بياختوا خطوات بطيئة نسبياً بس بيقربوا شوية من فكرة أن هم يوصلوا الأدوار ما كانوش بيوصلوا لها في نسخ سابقة سابقة إذا كانوا شاركوا قبل كده أصلاً فيها على سبيل المثال مثلاً منتخب المغرب يعني منتخب المغرب خلال مشاركاته يعني ما صعدش دور 16 غير مرة واحدة نسخة 86 فعني منتكلم أنه فرصته أكبر أنه يصعد النسخة دي طب وليه ده الوضع إفريقياً وعربياً في المونديال المنتخبات الإفريقية عادةً بتعلم المشاكل خلاف يعني مدونا ذكر أسباب كتيرة مثلاً نحن كان مثلاً منتخب الكاميرون برغم أن منتخب الكاميرون يعني مبارح شفناه متعادل مع السربيا 3-3 وفي مستوى وكده ولكن نحن نشوف قبل المباراة بساعات قليلة مشكلة ما بين أونانا وما بين سونج المدرب المنتخب واستبعاد من القائمة واستبعاد من البطولة دي نقطة ومثال بسيط نحن شفناها كتير مع منتخبات كتيرة سواء عربية أو إفريقية فبالتالي المنتخبات الإفريقية بالرغم أن عندها إمكانية من ناحية اللعبة بتلعب في دوريات أوروبا وبتلعب ممكن في أكبر قدية أوروبا لكن من رغم من كده شفنا مستوى باهت ومستوى ونتائج ضعيفة جداً المنتخبات سواء كانت عربية أو إفريقية لكن النسخة دي ممكن نشوف شوية منتخب المغرب ومنتخب غانا عنده فرصة أن هو يسعد دوري 16 وفي نفس الوقت منتخب غانا المراضي عندهم لعيبة يعني بيشاركوا في المونديال كانوا ممكن يشاركوا مع منتخباتهم الأوروبية ولكن اختاروا منتخب غانا هم نتكلم مثلاً على ساليسو المدافع اللي سجل الهدف الأول لمنتخب غانا مبارع نتكلم على إنياكي وليمز لعب أتليتيك بيتباو نتكلم على أطاري لامبتي لعب برايتون لعيبة أختارت منتخب غانا فمنتخب غانا بيتكون ومنتخب يعني شايف أن هو السنين اللي جاية هيرجع تاني من ضمن الكبر إفريقيا فمنتكلم سواء منتخب بالنسبة لي في إفريقيا مغرب وغانا جميل رائع جداً سيد محمد همام النقد الرياضي نورتين حية فاندم شكراً لحضرتك نوركا وأستاذ كاري شكراً لك إن شاء الله نلتخي على خير مرات ومرات بإذن الله هنطلع فاصل سريع جداً يا حضرات ونرجع بقى عشان نعرف توقعات حضراتكم إيه رداً على سؤال السوشيال ميديا الخاصة في حلقتنا النهاردة خليكم معنا